في حديثه لصوت بيروت انترناشنل وبيروت سيتي اعتبر خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي أن التعميم 157 غير قواعد اللعبة وزاد من أجواء الضبابية المتعلقة بعمل المنصة عندما تحدث عن أحقية الأفراد بالمشاركة بالمنصة إضافة إلى ترك الخيار للمصارف بالمشاركة أو عدمها بالإضافة أيضا إلى إمكانية التداول بالكاش دون وضع ضوابط وتحديد المبلغ المسموح به أي الحد الأقصى المراد شراءه وما هي الحالات التي يسمح بها المصرف المركزي بشراء هذا الدولار لأنه أنت اليوم مدام السوق السوداء على طرف مصرف لبنان أنه ما فيه يضبطه يعني فيه احتمال أنا اشتري دولاري نأدي من المصرف عبر المنصة السيرفة وروح بيعه بالسوق السوداء بسعر أحلى يعني فتح لي مجال المضاربة أكتر من أي شيء تاني فأنا توقعاتي للمنصة حتى تشتغل صح بدأت تكون لتمويل فاتورة الاستيراد حصرياً وتمويل فاتورة الاستيرادات الاستيراد الحاجة مش للرفاهية والنز نزة مثل ما بيقوله وبهالحالة هذه ما بدأت تكون نأدي لأنه أنا وقتاً عم بستورد الدولارات اللي عم بشترية بدأت تتحول لبرة هذا كتير مهم بعدين فيه ضوابط تانية بدأت تنحل كان لازم تنحط بالتعميم 157 لجهة أنه المصرف بيخدم عميله حصرياً لأنه فيه مادة بالتعميم بتاعت الانطباع أنه مش عميله فقط ليش؟ لأنه بيطلب من المصرف أنه يصرح عن كل تفاصيل عن العميل ما كل مصرف عنده بروفايل عن العميل حسب مجيبات know your customer أعرف عميلك بعرف كل المعلومات عنه وإذا أنا بدي أحصر التعامل بالمنصة لعميلي هالمعلومات موجودة ما في داعي أنا أصرح عنها لأنه غب الطلب بس يكون بديها مصرف لبنان بتتأمن زيادة عن هيك في عندك قصة الاعتراف السلطة النقدية بحساب فراش يعني بما معناه أنه أنا إذا اشتريت دولار نقضي لبناني فراش فيني أقبضهم يا أما بحساب فراش أو المصرف بدي يحول ليهم لبرة بتكون عند التصرف يعني إذا اشتريتهم من المصرف في يحطهم بحساب فراش عندي خيارين قال يا أما أنا إذا طلبتي تحولوا لبرة بيتحولوا لحساب لأيلي لبرة أنا كشخص عن بحكي مش كمؤسسة أو بدي حطهم بحساب فراش بيكون أنا تحت تصرف في غب الطلب وهون وين خطورتها يعني فيه احتمال يجي وقت يتحولوا من خلال المنصة حسابات الدولارية المقيمة لحسابات فراش يعني أنا عندي ألف دولار حساب دولار قديم فيني إجي لعند المصرف يقول لي دولارك حقه 3900 لأنه بالتعميم الوسيط 582 قال الإبقاء على العمل بسعر 3900 خلافا لأي قانون آخر أو لأي تعميم آخر يعني فيه احتمال يجي أنا لعند البونكان دي ألف دولار عندك أعطيني إياهن على سعر المنصة اللي هو 3900 وبهل المصاري اللي عطيتني إياها بدي أشتري فراش دولار وحط ليهم بحسيبي لفراش وهذا أنا بأعتقد يعني بخاف أنه يكون مشروع هيركات مقننة أنه بدي يجي وقت بدك أنت كمواطن أنت تقولي أنا عندي مثلا مئة ألف دولار بحسيب دولار قديم ما عم بقدر أتصرف فيهم وعندي عشرة ألف دولار بحسيب فراش عم بقدر أعمل فيهم اللي بدي يا لي ما بحول القديم لفراش وبهالحالة هايدي بقدر من خلال المنصة تخفف المطلوبات تبعونه المصارف يعني اللي بطريقة أنه بحول الدولار القديم للبناني وباللبناني جديد بشتري دولار جديد وبحولهم للمنصة يعني الضبابية اللي خلقت عام 257 خلق مشاكل أكتر معامل حلول واليوم توصلت مع ثلاث مصارف أنا وجاية تحتها أحكي معك إسا اليوم تقنيا ما عندهم جهوزية للعمل بالمنصة السيرفة وأنا عم بحكي ثلاثة من المصارف الألفة يعني المصارف الكبار تقنيا إسا ما عندهم جهوزية للتعامل بالمنصة وكل يوم بيطلع خبرية بالصحافة أنه باشرنا العمل بالمنصة واليوم الصبح كان في مقالة بالنهار بتحكي أنه باشروا العمل بالمنصة وبعد المصارف لليوم ما بتعرف كيف بده تمول المنصة والمصارف عندها تردد بتمويل المنصة ونحنا بنعرف إذا الاعتماد على تمويل المنصة بما حصل بالثلاثة بالمية بأحد أحكام التعميم 154 والمصارف اللي التزمت فيها اعترفت جمعية مصارف اللبنان أنه ما قدرت المصارف التزمت بأحكام التعميم 154 لجهة الثلاثة بالمية لتأمينها مقابل وداعها بالعملة الأجنبية لدى المصارف المراسل لأنها 3% لازم تكون انضيفة من أي التزامات يعني المصارف اللي بده يؤمن 3% لازم يكون دفع كل التزاماته للمصارف المراسل قبل ما تحتسب هذه التزامات انضيفة يعني فيه فيه ضبابية كتيرة حالة حولها التعميم هذا كل القرارات مؤقتة ودون جدوى وانعكساتها تؤجج سعر الصرف أكثر فأكثر وهذا ما أثبتته الأيام الماضية منذ انفجار الأزمة آخر العام 2019